اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النامبرز وابتدى بقى يدخل في الفانكس ويدينا اصوات الحروف بصراحة يعني بداية رائعة لذيذة قوي وانا ذات نفسي بصراحة اتبسطت بيها جدا اه بندخل على الورد والفوكاب المفروض اللي الولاد بيكونوا حافظينهم دخلي هنا في اكتر الكلمات الشائعة اللي موجودة معايا في الانجليش اللي هنستخدمها ان شاء الله اه معايا في ال تمام هنا اجزاء الجسم الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم حاجات كلها لذيذة وفعلا الولاد لازم يكونوا عندهم الحصيلة اه بتاعت الفوكاب دي كويس بنبتدي unit one بنبتدي unit one اه بhello hello hello اهلا ازايك كلمة hello دي بستخدمها للتحية لما باجي اتقابل مع صديق لي اول مرة في الاسكول بقول له hello hello يعني اهلا خلاص اه لازم ببتدي بالbook characters اللي هي الشخصيات بتاعة الكتاب يعني الشخصيات اللي المفروض هنمشي بيها اه كانت من كم سنة كانت سكر وسكرة دلوقتي بقى احنا بنغير الاشخاص بنغير characters وهنبتدي في ناس بقى ايه جديدة خالص معينا miss mona miss mona اللي هي استاذة mona ومعنا كمان اخونا هاني هاني ومعايا اميرة ومعايا يوسف ومعايا بقى بازي بي بازي بي بازي بي بازي بي الله دول شخصيات دول شخصيات كلها لذيذة قوي يعني هاني واميرة ويوسف ومونا miss mona وهنا والبازي بي ومعايا بازي بي ابتدت miss mona تعرف نفسها وقالت i am i am miss mona طبعا احنا عارفين ان الابوستروفي m دي كانت اصلها ايه am bravo عليكم انت ولاد شطار جدا تمام جيه استاذ هاني الطالب هاني وقال لها hello i am هاني ايه ده hello اهلا الرد على hello بتاعت miss mona هي hello يبقى لما حد يقول لي hello بقول له hello hello i am هاني اهلا انا هاني ورح كمان مكمل لها i am يوسف i am amira i am what's your name i am هانا انا كمان هانا what's your name ما اسمك اميرة اللي هي ا ا ا اميرة يبقى بتبتجي بايه letter ا ا bravo excellent وعندي ه ه ه هاني ه ده letter ايه بيبتجي بلتر ايه اتش excellent اوكي نكمل ادي letter هاني بتده بلتر ايه اتش طيب عندنا بقى البنوتة دي كانت مين بقى مين فاكر هانا bravo عندي كمان هانا excellent ده الشطارة دي يبقى انا عندي ه ه ه ه ه ه وعندي ه ه ه ه ه ه ه ه ه وعندي ه ا ا اميرة ا ا ا ا اميرة تمام bravo واخر واحد بقى ابو black hair ده مين يوسف ي ي ي ي ي ي يوسف bravo excellent كويس كويس قوي نكمل هنا بقى ابتدنا ندخل على activity بشكل تاني وهي write the first letter يبقى احنا هنكتب هنا ايه بقى اكتب الحرف الاول يبقى write the first letter مين بقى ده تعالوا كده نشوفه من فوق ايه ده ده مين ده ابو شعر ابو شعر براون ده مين مين اه ده هاني ه ه يطرع بقى اول letter هتكون ايه ايه ولا g ولا h bravo هي h اكيد bravo عليكم هاني اوكي الميس باك انت اسمها ايه ها قلنا ميس مين مونة bravo مونة mindy who is she who is she mindy this is amira bravo اميرا اميرا يبتبتجي بلتر ا ا اوكي هو اسه اوكي 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 يلا نكمل اوكي احنا قلنا هنا ان هالو بتبتدي ان احنا نقول ايه ازيك اهلا هالو وده بيكون شكلها ان انا برفع ايدي وبقوله هالو اما التحية التانية الجريت التانية التحية التانية نمبر تو شيك هانز ايه بعد ما بقوله اهلا اروح ايدله ايه بقى شيك هانز شيك هانز يعني اسلم علي باليد اهو طبعا لشان كرونة وكده ما فيش الكلام ده ده بس على الكتابة شيك هانز يعني بيسلم بالايدي بعد بقى ما وقفنا قلنا هالو وعملنا شيك هانز اكيد بقى خلص هنمشي بقى صحي كده فبالتالي هنقول جود باي جود باي خلص احنا خلصنا كلام في بقى جزئية جميلة جدا لازم نكونوا عارفينها ان انا ازاي اعرف نفسي للناس ودي المفروض انتوا اخدينها من الكيجي يعني مثلا انا بقول هالو ايام واكتب اسم على طول يعني انا اهلا انا اكون انا اكون مين بقى اسم اي اسم اي يعني انا ام يعني يكون اسم بقى انا عندي كان اسماء كتير جدا هانا وهاني واميرة ويوسف فحنقولوا هنا هالو ايام هانا اهلا انا هنا اوكي هنا هيرد عليها يوسف ويقول لها هالو ايام يوسف انا يوسف يبقى كده هو اسلوب التعارف او اسلوب التعارف بنفسي يبقى بقول ايه هالو 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 في جزئية تانية برضو للتعارف بس هي عن طريق السؤال والإجابة في بقى ناس ممكن يقفوا قدام بعضيهم وهم يعني ما بيعرفوش بعضيهم على طول فبيستخدموا أسلوب تاني هو السؤال والإجابة يعني واحد يسأل وواحد يرد واحد مثلا قال له هلو أول ما شافه وبيكمل كلامه بيقول له What's your name? What's your name? What's ال-W هنا بتبتدي بتنطق What's your name? What's your name? وال-H هنا عندي silent What's your name? ال-S دي معناها Is معناها إيه? Is 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 بمعنى يكون يعني ما يكون your name اسمك يبقى What's your name? ما اسمك فبقول إيه بقى I am هاني I am هاني activity number two هنا بقى حنبتدي برضو نقرأ ويريد بقى الطفل اللي قدامنا هو اللي يبتدي يحط إيده على ال-word ويبتدي هو اللي يقرأ تمام? فإحنا هنا وليكن قدامي طفل فبسيبه بقى بيقول ها أول واحدة اسمها إيه? آ يام هاني يلا بقى دور على شكل هاني وقرأ تاني الأصل في الكلام هنا أو الأصل في activity إن أنا أخلي الطفل يكون عنده حصيلة reading يبتدي هو اللي يعمل spelling ويقرأ السنتنز اللي قدامي ويشير إليها في الصف اللي قدامي ده خلاص هنا كمان جات activity جميل جدا إن أنا عندي what's your name هو عملي السؤال ويبتدي إن أنا أختار هنا ما بين الكلمتين دي كانت أميرة ولا هنا من خلال الصور والتعرف عليهم في الأول خالص هبتدي أتعرف على الصورة دي كانت هنا دي كانت هانا تقريبا أو دي كانت هانا فبقول what's your name I am هانا number two what's your name I am كان الولد ده اسمه يوسف الاختيار الثالث هنا كل مرة كان بيبقى عندي السؤال كامل والإجابة هي لنقصة لأ عندي هنا المرة دي السؤال هو لنقص بيحتاج مني أداة الاستفهام وده بصراحة بيثبت الأكتيفتي ده بيثبت معايا حفظ السؤال ده اللي هو what's your name what's your name يعني ما اسمك عرفناها بمرة بسؤال كامل والإجابة عليه وبرضو هنا نمبر سري جد إن أنا هاختار الكويتشن وارد اللي هي أداة الاستفهام ألا وهي what's your name موسيقى 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 اشتركوا في القناة